في دورة غير عادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق المدنيين وكذا القصف المستمر بالصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن الإقليمي الدول العربية في بيانها الختامي طالبت تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على مخيمات النازحين والقرى الهائلة بالسكان في مارب وشبوى والساحل الغربي هذا الهجوم يأتي في وقت تزداد وتتكثف فيه وتيرة الهجمات والاعتداءات الإجرامية المتتالية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني والتي تستهدف المدن والسكان الآمنين ومخيمات اللجوء والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية كما تتزامن كذلك مع الهجمات التي ظلت الميليشيات الحوثية تشنها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة التجارية الدولية لقد مثلت هذه الممارسات المستهجلة تصعيدا خطيرا كانت من نتيجته إطالة أمد الحرب والدمار في اليمن والإمعان في إطالة معاناة الشعب اليمني والمأساة الإنسانية المريرة الغير مسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني وأكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي واتخاذ إجراءات فورية وخاسمة لردع ميليشيا الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الخوثية ولردع ومواجهة الفضايا المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين وعرقالتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الأمن في دورته العادية القادمة 157 وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني وتعد تهديدا حقيقيا للمنشآت المدنية الخيوية وامدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقويض الأمن القوم العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين وتشكل خطرا على خطوط الملاخة التجارية الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر